السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ لنقدم معنا فيديو جديد عن تحجر البطن لدى الحامل في الشهر الرابع يمكن تعريف تحجر البطن بأنه شعور الحامل بالألم في أسفل البطن أو العانة أو في جانب الجسم وقد يكون الألم حادا في بعض الأحيان ويعتبر تحجر البطن من الأعراض العادية والطبيعية التي قد ترافق الحمل وغالبا ما يظهر في الثلث الثاني من الحمل أي من الشهر الرابع إلى السادس تحجر البطن في الثلث الثاني من الحمل من أبرز أسباب تحجر البطن في الثلث الثاني من الحمل الذي يبدأ كما قلنا بالشهر الرابع هو تمدد الأربطة الناتج عن نمو الرحم وتوسعه ويرافق التحجر انقباضات دورية في الرحم التي تستمر لفترة معينة تعود لاستعداد الرحم لفترة المخاض والولادة وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من الانقباضات المصاحبة لتحجر البطن مما يزيد من الألم الذي تشعر به الحامل ومن هذه العوامل ممارسة العلاقة الحميمة أو الحركة الكسيفة للجنين ورقلاته الشديدة إذن متى يجب مراجعة الطبيب؟ ينصح بمراجعة الطبيب الذي قد ينصح بزيارته لمعاينة الحالة عن كرب في حال زادت حدة التقلصات المصاحبة لتحجر البطن أو في حال استمرارها لفترات طويلة من الوقت أو إذا حصل تسرب للسالي الأمينوسي من المهبل أو حصول نزيف مهبالي عادة ما يعد تحجر البطن في الشهر الرابع طبيعيا ولا يدعو للقلق إلا أن مراجعة الطبيب فور الشعور بأي عارض تبقى أولوية لإبقاؤه على اطلاع بشأن تفاصيل الحمل ولتجنب المضاعفات الصحية المحتملة التي قد تنتج عن أعراض الحمل المختلفة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم يريد تدعمنا بلايك وكومنت وشارف فيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ